عايزة اقول احساسي ان انا عايزة ارضي ربنا سبحانه وتعالى ايه اكتر حاجة تفرح ربنا بيا في رمضان ايه اكتر حاجة ادخلها على ادخل بها رمضان وابده بيا رمضان والله عزوجل يفرح بيا وبأولادي بصي الفرائد ثم الفرائد ثم الفرائد حب الاعمال الى الله ايه الفرائد ربنا افترض علينا ايه افترض علينا الصيام يبانى قد الصيام بحقه ما بقاش إن أنا صايمة وبعدين لساني عمال يختب وينم أو إن أنا برب لساني إن هو ما يتنرفسي أو ولد عمل حاجة فأنا مردش رد يبقى أنا بضرب نفسي إن أنا على الصيام حتى اللسان طيب صيام القلب أنا صايم عن كل حاجة كل حاجة في الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى دي رقم ثلاثة دي أعلى أنواع الصيام صيام خصوص الخصوص اللي هو مين صايم عن كل الدنيا إلا ذكر الله زي مين زي سيدنا عبد الله بن مسعود سيدنا عبد الله بن مسعود كان قاعد والصحابة بيتسبقكم وواحد فيهم سبق فجي واحد بقولهم هم مين ده ولا ده اللي سبق قال من غفر الله له هو بيجاوب عليه على الآية وسابقوا إلى مغفرة من ربكم يبقى هو كان مع السبق كان مع الآية مع ربنا ده صيام خواص الخواص قال لي منه صيام الخواص اه انا صايم عن الطعام والشراب وانا كمان صايم على ايه انا صايم عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى لا في غيبة ولا في نميمة ما فيش كلام حرام ما فيش بسمة حاجة حرام ما نشايف حاجة حرام وكل ما يحصل حاجة أقول معزا الله ما إني صايم الله ما إني صايم اما الصيام العوام ده يعني ده بس صايم عن الطعام وده زي الأمم اللي سبقت ما خدتش سمرة التقوى من الصيام ان هو يوصلها الردة ربنا سبحانه وتعالى مجرد طعام وشرب بس لكن حال القلب وحال اللسان وحال الجوارح اي كلام اه 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 عايز اقول ان لما انا ارضي ربنا بالفرائد باللي ربنا بيحبه تخالي اما بعمل حاجة الله سبحانه وتعالى بيحبها يمن علي بالإيمان يمن علي بهداية البيت يمن علي يبقى فعلا بيت مستقر لما اخد الحاجات دي اعلم أولادي خلي بالكم الصيام والقرآن يشفعانا للعبد يوم القيامة بنص الحديث ولما يأتي الإنسان في القبر فيلفه الصيام والقرآن يجي الصيام النحياد والقرآن النحياد يجي الملك من اليمين يلاقي الصيام يدفعه يجي من الشمال يقوم جاي يلاقي القرآن فيدفعه يدفعان عن العبد وبعد كده فيقول له اجلس خلاص ما يقدرش الملكان يمسوه مين اللي حاميه الصيام والقرآن والقيام المعنى ما انا بقول كده انا ممكن امثلها ممكن اعملها فلوحة ممكن اعملها فقصة ممكن اعملها اسلوب حكواتي اسلوب حكواتي بحكي بيه من سن كم يا جماعة الكلام ده من سن 3 سنين والله من سن 3 سنين انا بعمل الكلام ده لازم نتعلم عن الله اتعلم معنى الحديث ايه اللي في السيرة ايه المفروض ان انا اعلمه للاولاد ايه المفروض ان انا افهمه عشان ابسطه لهم وافهمهم طب والكبار كله قاعد قبل ليلة رمضان دي لكل قاعد وان شاء الله نقول المرة الجاية ايه الوسائل العملية للكبار لكن كله قاعد بيسمع خلي بالكم خطة رمضان 1-2-3 يا زوجي الله يكرمك احنا عايزين 1-2-3 اقول للاولادي احنا عايزين 1-2-3 الحاجات دي بتبقى مهمة جدا عشان احنا على الاقل نعرف نتعامل معهم ونستخبل صح ويبقى رمضان في مزان حسناتنا من اول يوم